مفاجأة وارباكات في التحديثات في عنا مفاجآت وكمان مفاجآت للناس اللي بيحملوا اندرويد عشرة وفي عنا شوية شغلات جديدة هنحكيها في هذا الفيديو حاجات جديدة تالي حاجة القناة وصلت لاربعين الف اخ واخت بنفسكم الطيب وانا مبسوط كتير كتير انه القناة وصلت اربعين الف واشترك لانكم انتم الصحيح عائلة تستحق كل التقدير والاحترام تستحق العائلة هذا اكتر من هيك يعني الواحد انبسط كتير انه القناة وصلت اربعين الف مشترك فانا بصور في هذا الفيديو حصلت القناة لعند اربعين الف مشترك كان ناقص اتنين فوصلت الان لعند اربعين الف مشترك كل الحب والتقدير والاحترام لكل الاخوات والاخوة الموجودين معنا على القناة بمناسبة انه صرنا اربعين الف اخ واخت على هذه القناة الفيديو هذا هيكون عليه give away وهيكون ال give away طبعا مش هيكون نظام انه يصل خمس الاف مشاهدة لا بل انه قد ما يصل يصل وهعمل عليه السحب ان شاء الله يوم الجمعة ونعلن عن الفائز عن نظام اللي هو اللي بنستغله دائما اللي هو نظام التعليقات وسحب على البرنامج نظام تعليق عشوائي فان شاء الله باذن الله تعالى يعني الفرحة هيك فرحة في فرحة في التحديثات وفي كمان فرحة في القناة انه وصلت اربعين الف مشترك كل هذه الامور ان شاء الله هنشوفها مع بعض لا تنسى الله يكون اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد ويلا الى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة الى مواكبة ايهاب تيفي تقربك اكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم اخوكم ايهاب الصرفاند من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين واليوم بدنا نيجي نشوف مع بعض شو صار في التحديثات التحديثات الجديدة اليوم وصلت وفيه حاجات الكلام وفيه كلام جديد بده ينحكيها بناء على التحديثات اليوصلت اليوم التحديثات الجديدة دعني نجي نشوفها على وجه السرعة Mi Note 10 Lite Mi Note 10 Lite اللي هو التركي الاصدار التركي Note 10 Lite عارفينه جهاز Note 10 Lite هيو اخذ تحديث جديد اخذ تحديث 12.1.5 طبعا ليش 12.5 لا 12.1.5 وهذا التحديث اجاله recovery room واجاله OTA الOTA بيكون 12.1.3 بيصير 12.1.5 وهذا التحديث وهو عبارة عن تحديث امان لشهر خمسة 2021 والتحديث اللي هو موضوع جي بي اس اللي هو اللي بتتم الان شاومي بتضعه على الاجهزة وهو عبارة عن ان انت بتقدر تحدد موقع الجهاز لو انسرق منك بتقدر تحدد الموقع تابعه واخر موقع تابعه انفصل عنه النت يعني اليوم ان انا مثلا كنت في منطقة الف وتم انفصل عنه النت وفصلت عنه الايميل وكل حاجة فبديقول لك المنطقة هادي كان اخر منطقة فيها قبل ما الجهاز يطفي وقبل ما يصير فيها هذا اللي هو نظام التحديث الجديد لموبايلات شاومي بالنسبة للتحديثات اللي بتصل الان سواء 12.5 او غير هيك بعد هيك فيه انه تحديث جديد اسمه Mi Note 10 Pro او Mi Note 10 هذا انا عملت عليه اللي هو نزلت عليه الواجهة الجديدة 12.5 النسخة العالمية اللي هو هذا اصدار 2019 الجهاز هنا نسخة الاندونيسي اجاله تحديث 12.5.1 والنسخة العالمية اجاله والنسخة الاوروبية اجاله اللي هو اجاله Recover Room واجاله OTA ينتقل من 12.1.1 الى 12.5.1 وهنا فيه اللي هو اللي هو خصائص هذا التحديث اللي كل تحديث جديد بيصل بيتم ذكر خصائصه اللي موجود في هذا التحديث الجديد بعد هيك فيه عنا Mi Note 10 Mi Note 10 Lite الميت ان تي لايت الجلوبال هذا بيخصنا كتير وخصنا كتير كتير وصل له تحديث 12.5 هذا تحديث جديد اهلا وسهلا فيك واهلا ومرحبا 12.5.1 اللي هو Recover Room و OTA الـ OTA ينتقل من 12.0.5 الى 12.5.1 وهو هذا التحديث الميت ان تي لايت مش للمختبرين تحديث مستقر للجميع يعني كل واحد المفروض الآن التحديث هذا يصلك اليوم بكرة بيكون واصل للجميع بتحمله مش عارف تحمله ممكن تحمله بشكل يدوي ما فيه مشكلة زي ما عملنا كل التحديثات ننتقل بعد هيك للريدمي Note 10 Pro الريدمي Note 10 Pro هذا التحديث اللي هو بيتا هذا ما بيعني لناش كتير هذا التحديث الصيني اللي بيتا سيبنا منه الريدمي 9 احنا عنا الريدمي 9 في الاصدار العالمي وصل أندرويد 11 وعملت فيديو على أندرويد 11 وعملت فيديو بعد أندرويد 11 وكيف في فرق بين ايش صار فيه فرق بين أندرويد 11 وأندرويد 10 اللي حاب تشوف الفيديو حط الأكيهة في العلامة البيضاء علشان تشوف الفيديو بخصوص الفرق بين أندرويد 11 وأندرويد 10 بالنسبة لجهاز الريدمي 9 وكمان نزلنا على اللي بيعرفش ينزل اندرويد احداش نزلنا اندرويد احداش والان اندرويد احداش لهذا الجهاز العالمي للناس اللي هو المسجلين فكل واحد مسجل اجاله وفي ناس نزلوه كانوا مش مسجلين واجههم ما بعرف كيف يعني نزلو بطريقة يدوية ويزبط معهم من التجرب يزبط معك وزبط ما زبط خلص وبرجع لك الامبداك تنزله اذا التحديث كويس كتير كتير ومستقر ومفيش فيه اي مشكلة طبعا بعد التحديث بتكتعمل اللي هو فورمات زي ما قلنا لكم هذا اجه التحديث اللي هو راك وهنا حاجة جديدة الميت انتي والميت انتي برو بس هنا الميت انتي والميت انتي برو الاوروبي نزلوه تحديث اللي هو اتناش ونصف لكن هنا الهندي نزلوه تحديث اتناش فاصل خمسة فاصل واحد اللي هو هذا للمختبرين يعني هيك ما ظل شغير العالم اتقرب العالم ان شاء الله العالمي خلال بك الاسبوع هذا والاسبوع الجاية يكون وصل لانه مفروض شاومي اتنزل لانه هي قالت انه خلال الربع التاني والربع التاني بانتهي خلال نهاية هذا الشهر الميت انتي والميت انتي برو اللي هندي وصل لـ 12.5.1 بيكون على الـ OTA إذا بدك تأخذ لصغيرة 12.1.2 إلى 12.5.1 وبكون كمان فيه تحديث recovery room وهذه خيارات وهنا اللي هو بقول لك أنه هذا التحديث اللي هو بصل اللي هو بقول لك أنه تحديث أمان لشهر 5.2021 وموضوع location تمام هذا الموضوع اللي هو للمي بايلوت لسه وهنا المفاجأة اسمع المفاجأة المي 8 المي 8 الإصدار الصيني طلع إيش أجاله المي 8 هذا الجهاز إذا بتتذكروا هذا الجهاز نزل في 2018 على أندرويد 8 وكان أندرويد 8 وأجاله أندرويد 9 وأجاله أندرويد 10 هو واقف الآن عند أندرويد 10 المي 8 فجأنا اليوم أنه شاومي بعتت له تحديث 12.5 يعني اليوم مش شرط أنك تأخذ أندرويد 11 بعدين تجيك 12.5 زي ما إحنا شايفين لا كسرت القاعدة الشاومي اليوم وبيّنت أنه 12.5 ممكن تكون على أندرويد 10 فكل واحد معها أندرويد 10 ممكن يجي له الواجهة 12.5 وهو متطمن يعني اليوم هذا الجهاز حصل على تحديث 12.5 زي ما أنتوا شايفين 12.5 وأندرويد 10 يعني هو انتهى من تحديثات وقف عنده تحديثات الأندرويد وتحديثات الواجهة عنده مستمرة فحصل على 12.5 فاصل واحد أندرويد 10 ركافاري روم بالنسبة لموضوع اللي هو الميت 8 وعندنا كمان تحديث جديد الميت 10 برو الميت 10 برو الإصدار الصيني وصل له 12.5 فاصل خمسة هذا الجهاز طبعا اللي هو مش أول تحديث بيصل له اللي هو 12.5 هذا الجهاز الميت 10 برو اللي هو طبعا التحديث عبارة عن تقليل طباطو النظام وتحسين النظام بهذا كم نقدر نقول الملخص المفيد والملخص المفيد في هذا الفيديو أنه كل واحد مع أندرويد 10 هيأخذ الواجهة بس مش الكل ما بعرف كيف المهم هيأخذ الواجهة الحين أول إش الـ 108 هيأخذ الآن 12.5 يعني الآن الـ 108 هيأخذ 12.5 فبالتالي أنت ممكن تأخذ الواجهة بس الأندرويد يظلو زي ما هو زي ما فيه عندنا ناس عندها أندرويد 9 زي ما أنتوا شفته وعندهم الواجهة 12 هنا في فينا سيكون عندها أندرويد 10 وعندها الواجهة 12.5 فبالتالي هذا بخصوص اللي هو الأندرويد وبالنسبة للميت انتي والميت انتي برو يعني وصل للأندونيسي ووصل للأوروبي وفيه كمان نسخة أظنني الهندي وصل له فالعالم المتبقي يعني اللي قرب كتير يصل للنسخة العالمية والمفروض يصل للشهر هذا لأنه شاومي قالت أنه الميت انتي والميت انتي برو في الربع الثاني فهم بيعتبروا أنه جهاز هذا لما يوصلوا للنسخة الصينية خلاص أنهم وصلوا يعني بدوا يوصلوا فأقول لك أنه في الربع الثاني ممكن يكونوا أنه خلال آخر الشهر هذا أو أول الشهر جديد بيكون واصل للميت انتي إن شاء الله والميت انتي برو إن شاء الله يكون الفيديو يعجبكم وإلى اللقاء في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام